في مصر هذا اليوم سنة 2016 شعرنا الكبير فاروق شوشة رحل عن فاروق شوشة طبعا يعتبر من واحد من اهم الشعراء في مصر وهو من موليد قرية الشعراء بمحافظة دميات كان من حافظة القرآن الكريم خلال تواجده في الاذاعة قدم العديد من البرامج اللي استطاع من خلالها نوى يصلت الضوء على اللغة العربية تعالوا نشوف التقرير اللي جاي رأيت القلب لا يأتي بغيضا ويؤثر بالزيارة من أحبه تحل اليوم ذكرى رحيل الشعر الكبير فاروق شوشة الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الرابع عشر من أكتوبر عام 2016 ويعد فاروق شوشة شاعرا كبيرا وقع في حب اللغة العربية فقرر منذ صغره أن يكرس حياته للغة والحفاظ على رونق كلماتها ولد فاروق شوشة يوم السابع عشر من فبراير بقرية الشعراء بمحافظة دميات وعاش منذ نعومة أظافره على حفظ القرآن مما جعله يتقن اللغة بشكل صحيح ولمواصلة الحب بينه وبين اللغة العربية دخل كلية دار العلوم ولم يكتفي بذلك بل التحق بكلية التربية جامعة عين شمس وتخرج من الأولى عام 1956 ومن الثاني عام 1957 كم يتشكل دوما في دائرة العين ولكن لا يتبدل أبدا في دائرة القلب التحق فاروق شوشة بالإذاعة عام 1958 بعد تخرجه وأخذ يتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيسا لها عام 1994 وخلال تواجده في الإذاعة قدم العديد من البرامج التي استطاع من خلالها تسليط الضوء على اللغة العربية وأهميتها كما قدم عددا من البرامج الشهيرة منها لغتنا الجميلة في الإذاعة وفي التلفزيون أمسية ثقافية إلى أي درجة ترين أنها مفيدة في انعكاساتها على دراسة الأدب القومي وخدمة واقع هذا الأدب القومي عمل فاروق شوشة أستاذا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وكان عضو مجمع اللغة العربية في مصر وعدو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة المؤلفين والملحنين كما شغل منصب رئيس لجنتين نصوص بالإذاعة والتلفزيون وكتب الشعر الكبير فاروق شوشة العديد من الدووين منها لؤلؤة في القلب في انتظار ما لا يجيء والعيون المحترقة كما كان للشعر الكبير العديد من المؤلفات منها لغتنا الجميلة أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي وعذابات العمر الجميل وحصل الشعر الكبير فاروق شوشة على جائزة الدولة في الشعر وجائزة محمد حسن الفقي وعلى جائزة الدولة التقديرية في الأداب وآخر ما حصل عليه هو جائزة النيل عام 2016 اشتركوا في القناة